في لفتة قد تكون يعني ليست في صلب الموضوع وهو اليتيم الحقيقي لكن يعني هي لفتة للآباء خاصة في هذا الانفتاح على ما يقال الانفتاح الإعلامي والسوشيال ميديا وكذا أن يكون في تركيز على التربية وأن لا يعني يبتعدوا عن أبنائهم بحيث أن أبنائهم يعيشوا اليتم الذي هو ليس اليتم الحقيقي وإنما قد يكون يتم يعني معنوي ليس اليتم الذي قد مات والده نعم فقد يكون قربهم من أبنائهم والاهتمام بهم وتوجيههم التوجيه الصحيح والاهتمام بهم الاهتمام الذي يرضى الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا حول الموضوع فقد تكون هذه إشارة أني أحببت أن أبادر فيها أنا ذكر العربي يقول ليس اليتم الذي قد مات والده أن اليتيم يتيم العلمي والأدبي بعض الناس بموجود على قيد الحياة لكن لا يعرص على تعليمه وتأديبه وتربيته قالوا بعضهم يقول اليتيم أخفوا ألما من هذا لأن اليتيم يجد من يحرص عليه في جمعية رعاه في ناس يحنون عليه لكن هذا أبوه موجود لكن في حكم العدم أسأل عز وجل أن يصلح الأباء والأبناء اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين